قبل أن نبدأ بالدرس، إن لم تكن مشتركاً بالقناة، فيرجى الاشتراك بها وتفعيل زر الجرس، ولا تنسى العجاب بالفيديو وترك تعليق حول الدرس اليوم سوف نتعلم أربعة أفعال في اللغة الفرنسية وهي لكن قبل البدء بشرح الأفعال، ننوه بأن لكل فعل تصريفه، وذلك حسب زبن الجملة والفاعل سواء أكان ضميراً شخصياً أو إسماً نبدأ مع فعل أولاً، يأتي بمعنى يقرر، يعزم، وفقاً للتركيبات التالية يقرر القيام بشيء ما قرروا الانتقال إلى ميامي خلال أسبوع ب...دشيدك... يقرر أن Le chanteur décide qu'il va renoncer à chanter sur سيان يقرر المغني أنه سوف يتركو الغناء على المسرح سوف أترك القضية لأبي ليقرر بذلك ثانيا يأتي بمعنى يتخذ قرارا عندما يكون فعلا ضميريا وفقا للتركيب التالي يتخذ قرارا للقيام بشيء ما أخيرا اتخذ قرارا بترك هذا العمل بعد الكثير من الترددات أولا يأتي بمعنى يفيد يخدم وفقا للتركيبات التالية يفيد شيئا ما أو أحدا ما سدكسينار ساعت بكو لزيتديانت يفيد هذا القموس كثيرا الطلاب سسولدات سيرونت سيطاية وبرتجنت سيطاية هؤلاء الجنود يخدمون هذا البلد ويحمون حدوده سید سيرویر اا کلکو شوز اا کلکان يفيد لی أحدا ما او لیشيئ ما Ce médicament, certes, est le rétablissement des patients infectés par la maladie A-Coronavirus يفيد هذا الدواء بشفاء المصابين بمراضي فيروس Corona D-Servir A-Infinitif يفيد بالقيام بشيء ما Cet utile, certes, accupper les poids تفيد هذه الأداء بقص الخشب ثانيا, يأتي بمعنى يستفيد من عندما يكون فعلا ضميريا A-Servir de quelque chose يستفيد من Tu dois te servir de ces utiles عليك أن تستفيد من هذه الأدوات A-Uvrir أولا, يأتي بمعنى يقدم يعرض وفقا للتركيبات التالية A-Uvrir quelque chose A-Qan يقدم شيئا ما لأحد ما Il m'a offer ce cadeau pour mon anniversaire قدمت لي هذه الهدية بعيد ميلادي B-Uvrir a quelqu'un de plus infinitif يعرض القيام بشيء ما على أحد ما Il m'a offer de travailler avec lui mais je ne me décide plus عرض علي العمل معه لكنني لم أقرر بعد Causé أولا, يأتي بمعنى يسبب وفقا للتركيبات التالية A-Causé quelque chose يسبب بشيء ما Les obus de mortier ont causé des dégats material considérable سببت قذائف الهاون أضرارا مادية جسيمة B-Causé quelque chose A-Causé quelque chose يسبب بشيء ما لأحد ما C-Causé une grande souffrance assez barante هذا الخبر السيء سبب معاناة كبيرة لأهله ثانيا, يأتي بمعنى يتكلم مع وفقا للتركيب التالي A-Causé avec quelqu'un يتكلم مع أحد ما Mon cousin est bizarre Il cause avec des gens Don connu dans le bus ابن عمي غريب فهو يتكلم مع أناس لا يعرفهم في الباص في النهاية نهاية جسيمة نهاية جسيمة 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 سنأتي بمعنى جسيمة تسريفة سأ correctly سرع مت forms جسر 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 سرع جسر أسر أستخآن ص Rent سرع سارع سرع جسر أمود سرع سيûtر ص Base سرع Je servirai, tu serviras, il servira, nous servirons, vous servirez, il serviront. تصريف الفعل Ouvrir Présente J'ouvre Tu ouvres Il ouvre Nous ouvrons Vous ouvrez Il s'ouvre Bassez comme bozé الماضي المراكب J'ai offert Tu as offert Il a offert Nous avons offert Vous avez offert Ils ont offert Futur simple المستقبل البسيط J'ouvrirai Tu ouvriras Il ouvrira Nous ouvrirons Vous ouvrirai Ils ouvriront تصريف الفعل Cosez Présente Al-Khader Je cause Tu causes Il cause Nous causons Vous causez Il causante Bassez comme bozé الماضي المراكب J'ai causé Tu as causé Il a causé Nous avons causé Vous avez causé Ils ont causé Futur simple Al-Mustaqbal al-Basit Je causerai Tu causeras Il causera Nous causeront Vous causeront Vous causeront Ils causeront Il causeront Derned